بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا القرآن الكريم فتح لنا أبواب ما لهاش حصر ولا عدد للدخول لجنة الدنيا اللي هي قبل جنة الآخرة جنة الدنيا اللي فيها نعيم مقيم نستطيع إن احنا نحيا فيه مع رب العالمين مدومنا بنعيش في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم ربنا سبحانه وتعالى ما يبقناش في حضرته إلا وإحنا في جنة وأعظم جنة إن انت تعيش في جنة القرآن الكريم القرآن جنة يا سادة القرآن فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لازم نعيش المعنى ده وإحنا قررنا في رمضان مش بس إن احنا نذوق حلاوة القرآن بل إن القرآن يبنينا فنعيش بحلاوة القرآن وبجمال القرآن طول وقتنا وطول حياتنا وبنانا القرآن بنى القرآن ذوتنا في الخمس أجزاء الأول وبنى القرآن كمان أسرنا في الخمس أجزاء من ستة العشرة وبنى القرآن كمان العمل وإزاي غير مفهوم العمل معنا وخلينا نشوف العمل بشكل تاني في الأجزاء من حداشر لخمستاشر وكمان بدأ القرآن يبنينا في الأجزاء من ستة عشر بدأ فينا وبدأ يبني علاقتنا فبنى فينا التقبل في العلاقات وبنى فينا السواسية وبنى فينا امبارح وقعدنا مع بعض وتكلمنا على التشاركية يا ترى القرآن هيبني فينا النهاردة إيه؟ النهاردة القرآن هيبني فينا معنى من أهم المعاني اللي احنا لازم نعيشها في العلاقات هيبني فينا حاجة بدون العلاقات تضيع بدون العلاقات في الحقيقة ممكن تبتدي وهاجة زي ما بيحصل كتير وتضطفي وتتلاشى المعنى ده من أهم المعاني اللي لازم تكون في العلاقات هو معنى الصيانة صيانة العلاقات وعشان كده هنشوف النهاردة في الجزء التسعتاشر في الآية تلاتة وستين من سورة الفرقان الله سبحانه وتعالى يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ناس كتيرا بتظن أن قالوا سلاما أنهما يجي لواحد جاهل يقوله إيه يقوله سلام وكانوا بيقوله يا جاهل يعني لا مش هو ده المقصود قالوا سلاما يعني قولهم كان سلاما فسلموا وسلموا يعني أصبح الناس دولا سلاما حتى على الجاهلين فإن اللي حاصل فما وصلهمش أذى الجاهلين وكمان ما وصلش أذى منهم للجاهلين قالوا سلاما وكأن ده التطبيق العملي لقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمي إذن عباد الرحمن عندهم بيقدموننا التطبيق العملي لأهم لبنة من لبنات العلاقات وهي صيانة العلاقات عشان إحنا الأيام دي بنشوف كتير العلاقات بتكون بمبير الأشخاص دايما بس فيها كمان علاقات بكل الكائنات إزاي علاقتنا بالأرض إزاي علاقتنا بالسماء إزاي علاقة العبد بيصون علاقته إزاي بالأرض وإزاي يصون علاقته بكل شيء وكمان كانوا زمان بيقولولنا طول الوقت كانوا الأهالي بينبهونا وإحنا بيربونا إن إحنا نمشي بهدوء ما نقفلش الباب ما نرزعش الباب ما ندس على الزرع كل ده على فكرة كان تأثير لأهلنا لفهمهم لقوله تعالى وعباده الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة يبقى كانوا بيفهمونا إن في علاقة لكل حق بيننا وبين كل شيء في الكون بس أهم حاجة بقى علاقتنا بالبشر إن إحنا لازم نكون بنتعامل معهم بتعامل راقي صحيح لازم نتعلم نحترم نعمة ربنا ومن نمشي الأكل والأحسن كمان ندي للفقير والأحسن كمان إن إحنا كمان ندي للحيوانات ونساعدهم إنهم يكونوا سعداء ومبسوطين وفي حالة هنا بس هيبقى إن العلاقة الأساسية هي العلاقة مدنة وبين البشر وبعد العام جي الخاص بقى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة فجي الكلام عن الأشخاص بعد ما تكلمنا عن البشر بعد ما تكلمنا عن الأكوان جي الكلام عن الإنسان ودايما بنقول إن في مهارة مهمة جدا 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 اللي بيفشل في الوصول إليها فيه علاقات كتيرة بتبقى علاقات بالنسبة له علاقات مكلفة ومؤلمة العلاقة دي هي المهارة دي هي مهارة بجانب مهارة إنشاء العلاقات مهارة تانية اسمها مهارة سيانة العلاقات فمش كفايا إن إحنا ننشئ العلاقات وفيه ناس سريعة جدا بيجب أن ننشئ العلاقات في لمحة بصل ينشئ العلاقات أول ما يتواصل مع الناس وخاصة مع الناس اللي عندهم كاريزمة ينشئوا العلاقات بطريقة سريعة جدا لكن كمان لازم نصنع العلاقات وإلا تتبل وتموت زيها زي الزرع زيها زي أي حاجة فمن سيانة العلاقات مثلا تمام التفقد للناس اللي عندك علاقة بينك وبينهم فمن فترة التانية لازم تسأل عليهم ولازم تربط حياتك بيهم بحاجات مهمة جدا 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 عشان تفضل العلاقة مسؤونة وتفضل العلاقة حية وعيشة بدل ما تموت وتتبل وما تقولش أصلهم عارفين أننا عارفين أننا ما سألش عليهم بس هم عارفين أننا بحبهم قدية لا ابتدي أنت بالإحسان حتى لو أن العلاقة حصل فيها أي نوع من أنواع الفطور ابتدي أنت بالإحسان عشان تشوف على طول مدد ربنا اللي هو علمهنا في قوله تعالى على الجزاء والإحسان إلا الإحسان إحنا شفنا علاقات كتيرة انتهت بالفطور والخزلان ووقت الشدة في حين أنها كانت ممكن تستمر بولا وبمكالمة تلفون واحدة أو زيارة أو حتى رسالة طيبة أو حتى اعتزار على أنك أنت في الوقت ده كان عندك شيء منعك أن أنت تصون العلاقة دي وإحنا للأسف العلاقات دلوقتي بسبب الحياة اللي إحنا عايشين فيها بقيت علاقات مليئة بالتفاصيل ومليئة كمان بالخزلان ومليئة كمان بالوجعة وده وتيعني أن لبنت سيانة العلاقات لبنة مهمة جدا جدا في حياتنا وإحنا للأسف أوقات مش بنتعامل بثقافة الاعتزار لما بنغلط في حد وبنعتبر أنه ضعف وأهانة مع أن الاعتزار ده بيبقى شيء مهم جدا جدا عشان سيانة العلاقات لحد حاجة ممكن تكون أنت عملت له حاجة وإنت من غير قصد وجعته أو كسرت بخطره فكلمة واحدة ممكن تقولها تشتري بها خطره أنا بقول الكلام ده للأزواج والزوجات أنت ممكن تكون قلت كلمة وإنت مش عصيدة فعلا أنت مش عصيدة بس تلمست في سلك عريانة عندي حد عندي شريكة حياتك عندي زوجتك عندي زوجك وإنت ما تقصديش لو قلت أنا آسف أنا بعتزر ما كانش عصدي دي حاجة سهلة عليك ودوة نوع من أنواع كرم الأخلاق صيانة العلاقات هي اللي بتخرج بينا كرم الأخلاق وعشان كده احنا لازم نكون من أهل الأحسان ونعمل الحاجات دي لوجه الله سبحانه وتعالى ونعيش بيها ومن أسرش فيها موسيقى اشتركوا في القناة